موسيقى الله معكم أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية الديس نحن نبدأ الحلقة على اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين بالدقرة بالأول بلش مع مقطع من إنجيل الرب مع إنجيل مرقص وخرج إلى الطريق فأسرع إليه رجلا وسجد عنده وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ياسوع لماذا تدعوني صالحاً لا صالح إلا الله وحده أنت تعرف الوصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور لا تظلم أكرم أباك وأمك فأجابه الرجل يا معلم منذ صباي عملت بهذه الوصايا كلها فنظر إليه ياسوع بمحبة وقال له يعوزك شيء واحد بعد اذهب بيع كل ما تملك ووزعه على الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فحزن الرجل لهذا الكلام ومضى كئيباً لأنه كان يملك أموالاً كثيرة فنظر ياسوع حوله وقال لتلميزه ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله فاستغرب التلاميذ ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله فمرور الجمل في سقب إبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله آمين إنجيل الرب أخوتي اليوم ريت من الإنجيل وخاصة هيدا المقطع تحديداً لأنه هيدا المقطع من إنجيل الرب بيدلنا كثير منيح عن مين عم نحكي اليوم عم بحكي عن مار أنطونيوس الكبير بي الرهبان كوكب البرية حبيب الله متل ما كان الشعب يسميه إذا اليوم حلقتنا عن مار أنطونيوس واللي بدي يسأل شو خاص هيدا المقطع الإنجلي هاي الأيات اللي قريتها أنا اليوم بكل بساطة لأنه مار أنطونيوس هو صغير رحل الكنيسة وسمع هيدا المقطع من الإنجيل وحس أنه هيدا رسالة خاصة موجه لإله شخصيا كيف لا وهو كان الإنسان الغني كان الإنسان الفائق المال يعني معه معه أموال بيقول هلأ بالبناء بنقول نحن ما بتكلن نيران ايه كان معه مال ما بتكلن نيران على الأقل إذا منا نقول هيك بكلمة صغيرة البعض من أملاكه إذا بتكون يملك ثلاثمائة ألف متر من الأراضي ثلاثمائة ألف يعني ثلاثمائة ألف متر من الأراضي اللي مزروعة والخصبة واللي كانت تطلع منيح على ضفاف النيل واللي كانت يعني هائلة الكبر ثلاثمائة ألف متر عم نحكي نحن غير الأموال المنقولة الغير المنقولة البنيات الأسر اللي عايش فيه هون كلهم كانوا موجودين عند المارنطانيوس ولما هالشاب طوني باللبناني وأنطون وطانيوس كل هولي اللي اللي صرنا ننسيهم لأنه صرنا نسمي أسامي ولادنا بالأجنبة يعني مش مشكلة المهم مارنطانيوس يبيركم جميعا ولو أنه أوقات هيك بنحب نعيد طوني يعني عم صرنا عم نختار بلك نهايك أجنبية مش مشكلة إنا عم نتذكر الديس أنطونيوس الكبير المهم أنه عطونا نتذكر الرب وقدسيه الرب لأنه بيكونوا قدوي لألنا بيشجعونا بيخلونا هيكي مثل ما الإنسان عنده يمكن صار سكيني هيكي قديمي عبيسنا هيكي بتحموا حالكم على الإيمان بالرب بقصص بتعطينا الحماس بتخلينا هيكي ننسن لمواجهة الشرير ونكون رأس حربة مسنونة بوجه الشيطان الحقير الشيطان اللي كمان اضطهد وكان يعزب ويلحق مارمتونيوس عطول خلق منشوف كيف ومنشوف ليش إنما أخوتي كمان اليوم أنا بحب اسمع أصواتكم بحب أنه تتصلوا فينا النمرة عب تمرق طبعا قدامكن على الشاشة كل اللي بحب يعيد حدا بمناسبة عيد مارمتونيوس كل اللي بحب يسأل عن أي قديس أو يخبرنا شي صاير معه بشفاعة القديس أنطونيوس بيقدر يتصل الرقم عبي طلع قدامنا من الخارج تسعمية وستين والسفر واحد طبعا من لبنان نعطر اتصالاتكم صلواتكم معنا منبلش مع مارمتونيوس إذن عيده بسبتعاش كانون التاني مثل ما منعيد له كل سنة ولد هو بمصر وطبعا لما نقول عيد القديس بيكون يوم انتقاله إلى الرب يسوع هو توفى أو انتقل إلى الرب يسوع بسبتعاش كانون التاني ولد بمصر حوالي سنة مئتين وخمسين بعد بقول مئتين ووحدة وخمسين أهله كانوا أغنياء جدا وكانوا مؤمنين جدا والقصة بلشت نقبل من بات أهله لأنتونيوس أو أنتوني اللي كان يروح مع بيه لما يلم المحصول كان يشوف بيه ويدفعو له طبعا الفلاحين إجرة الأرض اللي هن عاب ياخدوا منها الموسم وبيع المحصول يقبض المصاري بس كان بيه لأنتونيوس يقبض المصاري كان هو ماشي طبعا الله معك يا كبير الله معك يا باشا زيك يا باشا ربنا يخلهو لك الله يخلي لك هالولد كان يشوف أنه بيه ويشير ويعطي للناس يروحوا ويه على السوق في الفقراء يفوت على الكنيسة نهار أحد الفقراء من تشري قدام الكنيسة يشوف بيه كيسة ذهب اللي جايبوا معه يطلعوا يروحوا على الكنيسة مليان كيسة ذهب يفلوا من الكنيسة الكيس فاضي يشوف بيه كيف عبوزع للفقراء كيف عبوزع للشباب العطلين على العمل كيف عب يشغل الناس ما مرة رد حدا عن باب بيته أنتونيوس عب يشوفها مؤمنين أمه بتصلي ليله ونهار الأبانا والسلام على طول عالسانهم شايف هالجو الإيماني وكان أنتونيوس عنده شغل من هو صغير انه ما كتير يختلط يعني يضل قاعد بالبات روحته على الكنيسة يروح على المدرسة إنما آخر شي كمان يبدو أنه حاب يدرس أكتر أو يسمع أكتر كلمة الله من الإنجيل وحب أنه يدرس الإنجيل ويسمعها على إيد الكهنة طبعا والشمامسة كانوا يعلموا التعليم المسيحي اللي كان يتم على إيد الشماس بالكنيسة وحبثة لو بعضوا لهلأ يعطوا فرص للشماسين الشمامسة إنه يعلموا الكتاب المقدس ويروحوا يعملوا شيء اسموا مدرسة أحد يروحوا الأهل لهنيك يدرسوا الكتاب المقدس ياريت هلأ بترجح هيك من حمس بعض يمكن بعض الكنيس عند إياها البعض الكنيس فأدتها صار نسمي الأمر شبيبي يليتها الشبيبي هيك تتحمس وتدرس الكتاب باجتماعاتها أكتر نشاطاتها تكون حول دراسة الكتاب المقدس وتفسيره للعالم كثير محزن لما نشوف اليوم نحنا شبيبي عب تسأل عن الإنجيل أو عب تسأل عن أسماء الرسل أو عب تسأل موسى إمتين كان قبل المسيح والبعد المسيح أمر معيب ومخجل أنه يكون الإنسان ما بيعرف هالقد عن دينه أمر مخجل ما نعرف فالقد عن كتاب المقدس مرانطونيوس اختار أنه يبقى بالبات ما كمل تعليمه وحب أنه يعرف أكتر عن كتاب المقدس وشوف أهله شعب يعمل إذن للأسف كان بحياته بيه مات كان كان لما مات بيه كان عمره 18 سنة كان شاب بأول طلعته 18 سنة هو وحيد وعنده أخت وحيدة يعني صبه وبنت إنما الأملاك اللي 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 وردتها أملاك مهولة هائلة جداً وكانت كمان أمر المحزن آخر أنه ماتت أمه كمان بعد بيه بفترة قصيرة الأموال اللي وردتها اللي صاروا يجوا التجار يعطوا المصاري الأراضي كلها اللي عنده اللي ما كان يقدر حتى يقدر يقطعها بيوم أو بيومين أو أراضي مهولة عنده أملاك صار يكتر زيارته على الكنيسة وسمع المقطع الإنجيل اللي قلناه أنه بيع كل اللي بتملكه بيكون إلك بيت بالسماء أنتونيوس هيك قلبه بيراثه أنه أنا هلأ إذا بعطي كل هول للفقراء هكي فجأة الله بيوجد لي بيت بالسماء فعلاً حس أنه هاي دي رسالة موجهة لقاله من قبل ربنا يسوع المسيح وربنا يسوع المسيح يحكي معه مباشرة عبي يحكي معه وتعال اتبعني على فكرة المقطع اللي قلناه بكل بساطة أخوتي بتفسير الإنجيل وبالدراسة هيدا النص تحديداً هيدا النص بيورجيني أنه يسوع أحبه للشاب الغني حبه مبسط فيه بيدل للنص على أنه يسوع استقبل ومبسط فيه فرح بهيدا الشاب اللي عبيقله يا معلم بهيدا الشاب اللي حافظ الوصايا بهيدا الشاب اللي جاي أنه أنا حابب أنه أنه يكون معك ما قاله يسوع بيع كل شيء وبيكون إلك بيت بالسماء بس شو كمله قاله تعال اتبعني يعني البعض بيقول طيب لو هالشاب قبل من يسوع الدعوة وبيع كل ما يملك اه كان صار واحد من التلميذ يسوع هيدا مؤكدة مؤكدة لأنه كلنا منعرف غير اتناعش في السبعين في الاثنين وسبعين في الرسل اللي اللي أرسلهم واللي منهم أسماء كثير مشهورة إذا بتفوتوا بأسماءهم بين القدسين كان صار ايه من تلميذ يسوع ويسوع بيقوله حزن لما الشاب برم ظهره فالحزن شعر بالحزن حبه هيدا الإنسان البنظيف هيك قصده رب يسوع هيدا إنسان فعلا البنظيف بس شو بقف بين وبين أنه يجل عند رب يسوع المال لا تعبدوا ربين الله والمال الوحيد اللي بقول عنه ربنا يسوع هو رب هو المال الوحيد اللي شبهه لأ الله ما عطى أي مفهوم أو أي كلمة تانية تتعرفوا قديش خطرة إنه تعبدوا المال وتعبدوا المال مش بس يعني تحطوا مصرياتكم تعبدوا لا لا ما تنبسطوا بحالكم إن أنتوا أغنية بس معهم نحط مئات ألاف الدولارات واللي راتوا عم نعبدها ما هيك قصده أبداً هيدا المال اللي سماه رب هو الحاجز اللي بيصير بينكن وبين عبادة الله المال اللي بتصير تركده تتحافظوا عليه وتحت تكتروه اللي بيصير هاجز عندكن الملايين اللي عندكن هيدا هو قصده ويمكن يكون فقير عنده بس عاش تلاف دولار ويتعلق فيه وتكون حاجز بينه بين الله التكبر الحاجز التكبر وهلأ بتشوفوا التكبر شو كان قصده بينه وبين ما نمطانيوس التكبر هو الحاجز واللي هيدا التكبر اللي بيعطيه المال طبعاً أنا معي مصاري في الحالة يا نفسي عيشي وافرحي لك من الخيرات سنين طويلة أعيش سجار بتمه سنين طويلة أعيش شو بيقول الرب وهيدا موجود الكتاب مش أنا عبقوله يا غبي الليلة تطلب نفسك منك شو رح تعمل يا معطر يا نفسي عيشي وافرحي لنا خيرات أكنزه في الارض عندي الخيرات كلياتا ومصاري بتعيشنا سنين سنين حاتت سجار بتمك لوان الليلة تنطلب نفسك منك وبيقول بيكتب يا غبي لأنه على الوجه هيدا هيدا الكلمة هاي ما عمي وجهها لخيه من قال لأخيه يا غبي لا عمي وجهها لواحد شرير لواحد شيطان هيدا هو الغباء انك تبعد عن الله هيدا هو انك يكون في شي تحطه بينك وبين الله للأسف نفسك عم تنطلب منك اليوم شو بديك تعمل هيك شاف مرمطانوس لما مات بيو ولما سمع هيدا الكلمة بالانجيل موجهة لقيله مات بيو تطلع مرمطانوس ببيو هيدا حقيقة تطلع مرمطانوس ببيو يا بيو المصاري ما فدتك هاك قال مرمطانوس يا بيو كان عندك صوت جهوري كان يرندح صوتك يطلع بالبيت مرحبا يا جماعة وين صوتك اللي كان يزدح ببيتنا وين صوتك اللي كان ينادي الناس تاعه كله وين صوتك اللي كان يعيت للعالم شو عاملين اليوم يفوت على الشغل وين صوتك اللي كان بالمنطقة كله عالي ما بقى عندك شي جسدك بعده متل ما هو بس ما في روح هيك مرمطانوس كان يقول حتى بيقول المؤرخين طلع لبرة وصار يصرخ هلا عتبرو انه منهار لانه بيو مات يا جون عبعي عبعي حزين على بيو رحت ضل جسدك هون عبيتطلع مرمطانوس هدفن اللي ماشي حمله التبوت ومشيه مصرياتك بعدهم هون غرادك بعدهم هون حتى عظامك رح تبقى على الارض بعده هون طلع مرمطانوس ومشي وراح صاري برم على المتنسكين حوالي رأبه صاري برم قال له احد المتنسكين لما صاري روح اخوتي مش اول راهب مارانطانوس وبير رهبان كان في كتير غيره بالبرية انما ما كان فيه ولا دار انتبهوا هو يبدو ان اول انسان عمل شكلا دار وعمل هذه الصومعات هاي دي انما مش اول واحد كان فيه الليات هيك محطوطة الاكترية كان مش كتير بعيدة عن بيتهم انما مسلا قاعد انت مرحبا كيف وعمك قاعد عامل هونيك اللي وقاعد فيها هيك وضا صغيرة لقاله بتبعد مسلا كيلو متر عن بيتكم هاي طبعا كان في برية اكتر من هلأ مش متل هلأ عم نخنق بعضنا بالمدينة وبعجقات السار اللي كل هاي مشاريع شيطانية معمولة هاكي عب يخنقوا الواحد عب تخنقوا الامان عب تخنقوا وقد ما فيكن اي شيطان بقال يلا جيب سيرات يلا عمول يلا طلع هاي دي هاي دي مين اللي عبي يقول لك ايها راح على البرية وصار يزور المتنسكين على الأقل اللي بيعرفهم اللي قراب عليهم احد المتنسكين قال له للشاب طوني انتونيوس قال له ليش قررت انه تتنسك وتجي تصير تصلي وتهتم اكتر بالانجيل تعرفوا مارم طانيو شو كان يعمل اخوتي الشاب البريء ذو القلب الابيض الرائع انتونيوس كان يقل له يا ابتي يا بي عمول معروف انتو عب تعطيني الانجيل عب تخليني اسمع خليني هيك استوعبوا شوي شوي وبس اصل لمحل يبطل ذهني اقدر استوعب كان يوقفوا للناسك لحظة يقول له الناسك شو باك يا طوني يقول له معلش ما بدي يوقع ولا شي منه على الارض شي اللي بدي يوقع على الارض يا طوني ما بدي ولا كلمة من اللي عب تقل لي ياهن تسقط وما احفظها توقع على الارض شوفوا الاداسة من اول ما راح يبلش الاداسة من قبل ما حتى يصير ناسك او راهد الاداسة بيوقف عند مقطع اريه بخاف يقرأ مقطع تاني او يسمع مقطع تاني وما يحفظوا كان يعد كل اية من الانجيل ما يحفظ انه سقطت ولن اقبل ان تسقط اية من الانجيل براحة على الارض ما بيقبل يا جماعة شو هالقوة الامان انا ما بيقبل انه ما اتذكرها بيعد انه اشطت ما بيقبل انه تقشد كلمة الله هيدا من قبل ما يبلش كان بعده عبي زور النساك ولما سألوا الناسك قالوا شو اللي خليك تختار هيك طبعا الاية والنص اللي سمعوا انما كان اكتر شي مؤثر فيه انه بيه ما قدر ياخد معه شيء انا لا اخاف الله مثل ما عم نشوف بهيدي ايكون انا لا اخاف الله انا بحب الله دعوت هي الحب هادا مرم طانس قال له شفت بيه ما اخد معه شيء شفت بيه ما اخد معه شيء وطلعوه بالتبوت غسمن عنه وراحوا تحت يدفنوه ما بيقدر انه ما تحطوني بالتبوت يعني مرغم بانه حطوا هالجسد بالتبوت حملوه وراحوا فيه مرغم مش هيك مرغم راحة مرم طانس قال له انا ما بدي اطلع من بيتي مرغم انا بدي اطلع من حريتي وروح لعند الله شوفوا عظمته لمرم طانس شوفوا قوته لمرم طانس لما عايب اقول انا ما بدي انتر تحتى يجي اربع يحملوني وياخدوني غسمن عني انا هلأ جاي لعند الله بقراتي يا رب بقراتي بجي لعندك شلح تيابه تياب العز لبس الخيش الانبى انتونيوس ابو الرهبان وزع باع 300 الف متر القصر الاراضي الباقية كل هالامور هاي دي اللي بتخصه الديون سامح فيها اخد فات لعند رفيقه وبطرس اخد كل المسار اللي كانوا بالصندوق وقال له بتعرف وزع على الفقرة وراحوا اخته وزع 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 لدرجة بتقول انه خلى لاخته هيك مساري بسيطة حتى تقدر تعيش بس انما اخته كمان شارطته قالت له قبل ما تطلع يا خي على على البرية قبل ما تروح بدي قلك انه انا حبي كمان روح اقعد ببيت العزارة حتى بيع البيت اللي بديك تعطيني اياه مش تشاري لهايك بيت صغير يعني قوضة ومطبخ قالت له حتى هيدا ما بدي اياه اخته كمان زهدت بالدنيا وزهبت الى بيت العزارة ما كان بعد فقلنا في ادورة كان بيت للعزارة بيت للأيتام تابع طبعا للكنيسة حكي مع الابونا قعدوها ببيت اللي كان يسمى بيت العزارة وراح على البرية وكان في عدة اشخاص قبلوا بالبرية قلنا انه بعد ما كان في دارة طبعا عمل متلون عمل هالالالالاية الصغيرة هيك قوضة صغيرة يعني حد النيل وقعد كمان بعيد عن الفئه الناسك شيء كيلومتر تقريبا صار طبعا يصلي يقعد يصلي ويقعد اخر شيء اصابوا اصابوا الملل كان ساكن حد النيل اصابوا الملل لأنه صار متنسج بطريقة قوية بهايدا الوقت بيركع بيصلي يا رب بلش الشيطان معه بصة الملل يملله صار حاسب طب شو بدي اعمل عب صلي عب بقعد هيك مخنوق بهيدي اللحزة اخوتي باحد الايام بيظهر على الملاك بشكل رجل واول مرة عرى على الكرة الارضية بحياتنا بيقول مرنطانيوس لما قتى هيدا الرجل وقف قدامه واقف كان لابس تياب هي بتشبه تياب الرهبنة اللي رجع اللبسها هو تياب رهبنية اللوسة على رأسه بتشبه اللي هلأ اللي بيسوها اذا بدكم اكتر شير رهبان الاقباط لانه هو من مصر قلنا انه ولد في مصر التوب محطوط صليب بالنص الزنار اللي بنص كمان عليه صليب تياب راح بني متل ما نشوفها بايقونة مرنطانيوس التوب اللي بتشوفوها بايقونة مرنطانيوس هيدا هو التوب اللي زهر فيه على الرجل وبلج بفتكر للتوب التاني اللي كان لابسه هلأ قبل بترجع بتمرق الصورة ايه تقريبا هيدا التوب شفتوا كيف القلوسة على الرأس لابس هيدا التوب صليب على الصدر وصليب عند الخسر بعدة ايقونات سيكون شوفوها شافوا لابس هكي قالوا راح تلبس متلي يا انطانيوس الله بعتني لعندك تحت دلك شو بدك تعمل شو بدي اعمل قعد حدهم تعرفوا بيطلع القش والشجر اللي في بقلبه القش أو النخيل أو شي صار يقعد هيدا الملاك يقل له عمول متل ما انا عم بعمل يعمل بالاشكال يقشرهم يعمل سلل يعمل اشكال آآ تانية آآ يعني تفكروا انتم باي شي بنعمل بشغل بشغل الرهبان بالاشتبع الشجر أو العشاب بس انما نتخيل اكتر شي آآ سلل اماكن آآ اشياء آآ تنعمل ممكن خيزران يعني كل هالأمور هاي اليدوية شو صار يعمل الملاك صار قدام انطانيوس يشتغل ساعتان أو ثلاث ساعة تترك القش يقوم يصلي للرب يصليش ساعة يرجع يقرب يشتغل يصلي ساعة يرجع يقرب يشتغل يكل لقمة صغيرة يرجع يقرب يشتغل انطانيوس عبرقبه وتعلم هيدا الشغل عيومان ثلاثة باخر مرة بالتالث يوم اجايا الملاك المفاجأة الرائعة والاعجوبة الاولى الرائعة اللي اللي غيرت وجه البشرية بخصوص الرهبانات انه الملاك يا اخوتي اجا حملوا توب الرهبانة لمرمطانيوس وعطايا التوب اللي لابسوا مرمطانيوس توب ملائكة الملاك سلموا لمرمطانيوس هيدا التوب ولبسوا يا لبسوا شفتوا شو حلوها الهدية من السماء لمرمطانيوس لبسوا وقام صار مرمطانيوس يصلي ويتنسك ويعبق الاشر الى ان زع صيته بالمنطقة وبلشوا يجوا لعنده يتقطروا عليه العالم يشفي المرضى باسم الرب كان اوقات ما بحاجة انه انه يصلي مجرد ما يفوت لعنده انسان يباركه او يعترف يطلع شاف يطلع صاحح احيان فدايق مرمطانيوس من من هالعجقة اللي رجعت يعني ينام بالليل كل الناس حوالي يقوم بالنهار كل الناس حوالي ما فقت قصة تنسك يا جماعة بدي قاعد شوي مع الله بدي اشتغل او شي صار كثير الناس عليه صار يضطر انه باعد شوي اكتر فاتعة السحرة اكتر وصار يشتغل يجمع هالسللة يجمع الخيزران والحصائر اللي يعمله وروح يبيع من باعة شوفوا شو حلو يعمل من باعة يشتري بس الخبز والاكل اللي بقادي شوه والاكل اللي كان كان ياكل خبز حاف مع مي وملح مع الاكل شي تاني خبز محمص مع مي وملح ما كان ياكل او يشرب غير مي وياكل بس خبز وملح حدا بقلكم بيناتنا في خبز وملح ياكل بس خبز وملح وكل انسان كان يجي لعنده كان يضيفه الخبز والملح امتهت ما فيش شي تاني لما كمان صاروا يكتروا على الناس ويجوا لعنده اكتر صار يصلي طبعا يصليلهم في مرة من المرات وقف ما فيش شي قدامه ما بيقول يا رب انا بشكرك انا بهالبرية حيس حالي هيك اني اني احسن واحد عبد خدمك بشكرك لاني هيك انا انطونيوس اللي صرت خادم الرب بيجي صوت من السماء بيقول له يا انطونيوس في بعض بالبرية اللي هو احسن منك بيصلي اكتر منك وعند الرب هو مقبول انقال للسماء امطري تنطر توقفي تتوقف للزرع اطلاع بيطلع للزرع يباس بيبس موجود حدك بالبرية بالجبل اللي قبالك صدم مارمطانيوس لما سمع بهاي الخبرية بيحمل حاله بيروح حتى يشوف هيدا القديس الناسك الاخر يتعرف عليه بيشوفه ادي اصار لك هون هيدا اكثر لهونيكي خمسين ستين سنة وبقل له لامارمطانيوس الله بعضك لعندي وقال لي انك جاية لانه انت بدك تتشنه صار وقت انه روح تفاجق مارمطانيوس وركع قدامه وصلى يا رب اعطني التواضع ارجوك انا الخاطئ اللي كنت نفكر حالي انه انا احسن واحد باحسن طريقة بخدمة سمحني يا رب انا الخاطئ ركع وصلى وقال له هيدا القديس انا الله من اكثر من خمسين سنة كل يوم بيمرق الغراب بذلت لي نصر غيف وبيروح وهني عبيحكوا بمرقة الغراب بذلت له رغيف يقوم بيركع الراهب يا رب ليتمجد اسمك المجد لله كل عمري يخيي يطوني ينصل لعندي نصر غيف النهار هالمرة بعث الله رغيف تحت اكل انويات شفته قدرت الله شفته العجيب مع البيسي شفته روعة عيشة الاداسة بيأكل هو اياه وبيدله على محل بقلب اسكندرية بيقول له بدك تروح الجبلة طوب اللي بدك تكفن فيه بيروح مارمطانيوس بيجيب الطوب من المحل اللي قال له اياه من احد الكنائس وبيجي بس لما يوصل لعنده بيشوف ملايكة والسماء مفتوحة وروحه لهالقديس هيدا طالع بيركع بيصلي بيغطي جسده بيلفه وبيدفنه وبيرجع لمطرح مكان كان بها الوقت هيدا بلش يصير يجي لعنده رهبان بلش يصير رهبان طبعا عد بحكي انا رهبان بما سيكون بيجي لعنده شباب صار يتلمزوا عن ايديه وعمروا حد قوض وصاروا كمان يقعدوا بسطه بتير اخر تلاميذ لقلو وصار يصلي وصار يعلمون وصاروا يتعلوا مع بعضن وعنده بلش ينشأ اول داير بالمسكونة وصار هو يعيطول بير رهبان لانه صار عنده شخمسين ستين شخص وعمروا بشكل داير اللي هلأ بتعرفوه موصول القوض ببعضه كل واحد عنده قليته كل واحد عنده محله انما هو ضلت القوضة تبعيته برا ونشأ اول داير في قلبه كنيسة وصاروا يصلوا وصارت هالكنيسة كمان بيطلع طانيوس بيركع بيقول يا رب انا بشكرك اليوم حاس حال انه سعيد وحاس حال انه انا احسن واحد اليوم عب صلي لك بيجي كمان صوت من السماء بيقول له يا طانيوس في واحد بسكندرية يحظى بعين الرب مثلك يمكن احسن سكندرية راهب يعني انه متل ما متنسك لا خياط يتفاجأ خياط مثل انا عبسا انا قاعد بالسحرة خياط قاعد بالمدينة بين الناس بيروح بد يشوف من هو عفكرة كان عطول اللي ما يكون في شيء او امر مهم كان ينزل على المدينة ويرجعي طلع بيروح تحت يشوف مين اللي قال له قال له عنه بيرجدوا الروح القدس على هيدا الخياط وبيقعد بينطلو بالليل تيفتح محل وبيجي هيدا الزرمية ساعة اثمانة الصباح عبيفتح محلو تحت يبلش شغل شو بيشوف مارمتانيوس هيدا الرجل المتزوج واللي عنده ولاده اللي عايش بقلب مدينة يسكنوها الفجور والفسق وبتعرف انتو الملاهي وهالقصص ومدينة شبت اسكندرية وقاعدين هالناس فيها طبعا كناس المؤمنين مش كتير بقلب عبيد طلع مين هالانسان اللي عايش بها الجو هيدا اللي قادر يضاين انا متنسك بالسحرة في واحد مثلي واحسن وبقلب المدينة كيف ولقوا مجوز عنده ولاده بشتغل خياط بيشوف هيدا الخياط جاي بيوصل لقدام محلو الخياط بيركع قدام محلو بيصلب ايده على وجه بيقول لتكن يا رب رزقتي منك اليوم بسلم نهاري بين ايديك بسلم حياتي كله لقلك يا رب يسوع المسيح ان بدك ياني احيا فها انا وان اموت فها انا وعلى اسمك بفتح محلي وعلى اسمك بسكره يا رب فها انا وعائلتي وبيتي بين يديك اما انا وعائلتي فنعبد الرب يبكي مانطاني يبكي بس يشوف هيدا الرجل بهلكلمتان بيفتح وبهلكلمتان بسكر صار عنده عزوة صار عنده محبة بعين الله الله شايفه بعينه شوفوا شوفوا روعة الامان لما رمطان صريبك يفاتي تعرف على هيدا الخياط انه انت بتفتح محلك بتسلمه لالله وبتسكر بتسلمه مسلم حياتك لالله بهلكلمتان تلاتي انت مخلص والله حابك وانا اللي عادة حالي بالسحرة ليلة ونهارة بصلي يا اخوتي كل مؤمن منكن بيصلي بصدق وبيكون بعلاقة صادقة مع الرب وبيسلم حياته وقلبه لالله هو بيكون مثله مثل القدسين طبعا الاقداس للقدسين تعطى كل احد بتسمعوه بالكنيسة وكل احد ما بتفهموها طبعا ممكن كتير ممكن يكونوا عبي يفهموها بس تعرفشوا مسؤوليتها هاي الاقداس للقدسين هيدا الاقداس اللي بقيد لابونا هيدا للقدسين عبتتناولوا انتو يعني انتو القدسين يعني انتو القدوس يسوع بيحكي بملكوت الله لالكن املكوا بملكوت الله عبيبشر اجا تحت يقول ملكوت الله الان حل على هذه الارض هل انتو جاهزين ليأتي ملكوت هاي ده ملكوت الله للقدسين كل ياتون بشروا بملكوت الله ليل ونهار للقدسين روء اعمال الرسل تبشير بالملكوت واللي عمارم طانوس وعرف ايمانه شو بدي يكونوا بلش يبشر بملكوت الله بلش اكتر يعلم الرهبان لحد ما اجا يوم والاريوسية اريوس الشيطان بيطلع بفكرة انه يسوع خلقه 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 متلكم متله رح ناخد اتصاله بنقلكم عن الانتفاضة الاريوسية وكيف وجهها مارم طانوس اه 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 اول شي الليلة بحب عيد الجميع بعيد مارم طانوس وحباتي كتير صيرت حياته انه قدرت خلى عن عن كل شي مع انه كان كتير غنى وكان كتير معه مصاري ومرتاح من كل شي وقدرت خلى عن كل شي هيك بمن خلال يمكن الهام او من خلال اه اه رؤية او من خلال حتى الانجيل اللي كان عم يسمعه اه بصالي عن هنينيه وبقول انت يا رب عطينا عن جد انه نعرف يمكن ما نتخنى متل مارم طانوس عن كل شي بس نعرف انه كل شي موجود عنا هو منك وهو لقلك نعرف انه فعلا انت اله الكنز وانت اله اه اه نازم نتخلى عن كل شي كرماننا للتق فيك بالملكوت اه اه بصلي على نية كل الرهبان يلي شافيهن مارم طانوس وكل الاشخاص يلي كمان شافيهن مارم طانوس انت يا مارم طانوس اعطينا انه فعلا نلحق يسوع ونلحق المسيح ونتخلى عن كل شي ونعرف انه نحن حياتنا الحقيقية هي بالسماء مش هوني على الارض بشكرك الله يقويكم وكل عيد وانتو بقى الفخير امين الله يقويكي اخوتي منتابع وطالما اتصال كمان بدي اول شغل المتصلة انه مارم طانوس باحدة المرات هو وعبيعلم تلميزه وبتصلوا اخبار عن الانتفاضة الاريوسية اللي كانت كمان عبتقتل الكهنة وعمل اريوس ضج كتير كبير ان شاء الله شنهار منخصص حلقة نشوف لهالهارطقة الاريوسية اللي بعد زيولة لغاية الان ببعالمنا هلأ بعد في اثار كتير لقلق لانه هو يعتبر انه يسوع مخلوق وهو ادنى درجة من الله انه الله خلقه بهيك مرتبة تانية وصارت هالانتفاضة في كتير ناس صدقوا الشرير اريوس صدقوا الشيطان كان عبيلعب فيهم وباعت اريوس طريقة كتير قوية وصدت شكوي لمارمطانيوس صار في شهداء يا ابونا طوني صار في ناس عبتموت اول كلمة قاله انا رح انزل معكم ع اسكندرية لانه بلشت الاريوسية من اسكندرية وقال لن ما تخافوا عالي استشهدوا وقال كلمة كتير حلوة بتتجله اكليل الاستشهاد يفوق كل اكليل الاكليل اللي عبي ياخده الشهيد بفوق كل الاكليل هاد اكليل مجلة عبي ياخده الشهيد هو بالمرتبة الاولى بدي يطلع فما تخافوا ابدا عالشهداء نزل معهم اول قلوب اللي بدي تقوى قلوبهم اول الايمان لما نزل مارمطانيوس ما في شارع كان يفوت فيه الا ما الناس تنزل وتصلوا ويطلعوا وحارب الاريوسية وتهدد كتير حتى وقف نص الشارع والعسكر مارئ قالوا نقتلوني استشهد مع اخوتي انا خلوني موت مع اخوتي ولا عيشوا شوف ان عبد بشرو غلط تبشيركم غلط عبي يقول للعسكر اللي كان نصهم في كتير من الامر اجوا مع اريوس على قد تفكيرهم الصغير انه اطنعوا فيه انه مزبوط يعني هاي الفكرة شو الايامي وما ايامي ما ادروا استوعبوا الموضوع واقف في النص قدام الخال اللي عبتجي وكانت النتيجة ان الخال انسحب وما استرجو حتى يقربه على انطانيوس اللي كان ملاك الرب واقف حده هيدا انطانيوس هيدا ملاك الرب اللي بيحول حول خاء فيه وحول المؤمنين فيه ما استرجو حدا يقرب بشوكة عليه لامر انطانيوس فبنفس الوقت بيروح بيرجع بيجي خبرية انه الناس بقلب الكنيسة يا خيه عبت قلنا يا ابونا عن الله عن الله عن الله طب انت شفته لالله ليش ما منا نصدق اريوس انت شفته لالله بتوصل الخبرية لانطانيوس بكرة المؤمنين نهار الاحد واقفين بالكنيسة اعتصام ما بدون يفوتوا على الكنيسة قبل ما يجاوبون الخور يا خيه شفت انت الله عبتحكينا عن الله طب انت شفته اريوس عب يقول غير هيك بدنا نعرف انت شفته قلنا كان السؤال كتير كبير من زمان لحد هلأ اذا حدا بدي تفسف عليكم بقلكم طب شو عبتعبدوا شي من منكم شايفينه نحن نسلك بالإيمان ولا نسلك بالعيان نحن لا لا نؤمن بالامور المنظورة نسلك بإيماننا انت عبتشوف قدامك شو عم بصير زي عبتشوف الأشياء اللي قدامك عبتقول بدي أؤمن بشي شايفه لك كان آمن بسيارة عبتشوفها قدامك عب تعطيك قوة شو هالحاكي هيدا نحن نؤمن لا بالعيان نسلك لا بالعيان بالايمان بينزل مارمطانس وصلوا الخبرية ومن الامر العظيمة جدا اللي عملها مارمطانس اخوتي انه بينزل بيوصل على سحة الكاتدرائية سحات كانت شاسعة كبيرة بفوت شعب المديني واقف كلياته بيمرق من بيناتهم بهالطوب المخزق بيمشي 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 بيناتهم تخيل الصورة معي الناس على الصفان الخوري واقف محرج وبدو يجاوب الناس لهارطة اماشية بيوصل وبيطلع على المنبر بيقف حد الخوري وبيتطلع فيهم بيقول كلمة واحدة انا شفته لالله صمت تام الناس كلها راسها بالارض وبيحمل حاله وبينزل وبيرجع عالصحرة كلمة قال لهم انا شفته ما استرجع حدا قاله كيف وقاي ولاش لانه كلهم كانوا بيعرفوا مين مرمطانيوس كلهم كانوا بيعرفوا مين راسهم بالارض قالوا امين اشتعلت الكنيسة من جديد بالايمان هيدا مرمطانيوس بكلمة بتوعب تسأله شفته 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 انت مستحي وانت خايف تقول انت ايمانك نزل قال لهم انا شفته انا رأيت الله انا شفت ياسوع شو عامله ما استرجوا حتى سألوه كيف كان شكله شو عامل شو عملت ما استرجوا مش ما استرجوا بس لانه خافوا انه لا مش القصة خافوا انه ياكلوا قتله يعني لانه صدقوا لانه مرمطانيوس بيتصدق بايمانهم بالكلمة اللي قاله فاتت على قلوبهم مش ان هيك ما حكيوا ومش ان هيك كان راسهم بالارض مش خوفة خجلا انه نحنا هالقد اضطرينا انه نعزبوا من السحراء وقجا وقلنا وصدقنا خجلنين خجلنين مش من مرمطانيوس خجلنين بما يمثل مرمطانيوس خجلنين من ربنا يسوع المسيح هالقد انا كان ايمان ضعيف وعامل هيك سمحني يا رب بس انحنائة هيدا الراس اشعلت الكنيسة لانه هكذا بدوا ينا الله هيدا التواضع اللي عم نقول احني نفسي امام الله هيدا التواضع اللي عملوه باهل اسكندرية واهل مصر هيدول هن الاقباط هيدا هي مصر هيدا هو مرمطانيوس لليوم انتو شو عبتعملوا عبتدنسوا مصر عبتدربوا الاقباط كل واحد يا اخوت المصريين كل واحد عبيدق باي كنيسة كبطية هو عبيدق بالله شخصيا كل واحد عبيدرب حجر على كنيسة كبطية عبيدرب مرمطانيوس شخصيا كل واحد عبيدق يهين اي قبطة او اي مسيحة يهين ربنا يسوع المسيح وانتو تحملوا النتائج انتو تحملوا النتائج انتهى الموضوع انتو تحملوا النتائج مارمتانيوس بعده حي وربنا يسوع بعده حي والملاكة احياء ورؤساء الملاكة احياء وبعضه عم يشتغل مارمتانيوس اخوتي حتى نكمل لما شافها العجقة كله وصارت الكنيسة بيعتزم من رفقاته وبيقول له انا بدي اطلع اكتر وغمق على على السحرة الشياطين بتجن لك شو بعده عم يعمل هيدا هلكنا هلك ايه هلك الشياطين بفوت لجوه بيظهر عليه الشيطان نعم بيظهر الشيطان وبيقول له انت بشو احسن مني يا طانيوس انت بشو احسن مني انت بتسهر انا بسهر انا اساني ما بنام انت بتنام ساعتين انا ما بنام هيك قالوا يا مارمتانيوس انت بتاكل مرة بنهار انا ما باكل انت بتعرفه لالله انا بعرفه لالله بشو احسن مني انت بشو احسن مني انت بشو احسن مني بتعرفوا بشو أحسن منه مارمطانوس بتعرفوا كيف خلّ الشيطان يحط راسه بالأرض ويطلع برّه برّات ساوه معه برّات برّات إليته طلع مهزوم هزمه للشيطان وعرف الشيطان قال له أنت أحسن مني بتواضعك أنت لأنك متواضع هل قد متقشف هل قد متواضع بيحبك الله بتواضعه مارمطانوس المتصر على الشيطان طلع الشيطان سليخطط كيف يدرب له التواضع كيف يدرب له التواضع لدرجة مرة طالع عبي عبي تمشى بالسحر عبي عبي نقول نحنا عبي كسدر عبي صلي وعبي تمشى صار يخلي الشيطان يدعس على ذهب ذهب حقيقة ذهب صار خليه يدعس على ذهب لم قد ما بدك مارمطانوس كلمة المجد لله برّاسه يتطلع عطلوع يا رب يسوع المسيح شوف هيدا الحقير شو عبي يعمل يخوت هيداك لك يخوت أي صرخ مارمطانوس خلّ الشيطان يصرخ أنتو هل عبد خلو يصرخ أو عبد خلو يفرح مارمطانوس نعم خلّ الشيطان يصرخ صار يظهر له الشيطان بالليل عن طريق أبشع المخلوقات ومرة ظهر له عن طريق أجمل مخلوقات اللي بتشافوها ظهر له بوحدة رقاصة فاتت لعنده مضيعة طريقه فاتت قال له طلع يا برّة قالت له ولو هاك بتقول لديوفك هاك بتقول لمرّة معتّرة مضيعة برّ موجه طلع إلى برّ يا أختي ما طلعت قالت له ولو جسمي مش عايش بك قال له طلع يا برّة عم بتكمّل حكيّة راكع يا رب ماش لك يا رب خلّصني من الشهوات الجسدية أنا متواضع أمامك يا رب أرجوك ساعدني تظهر شيطان بقال له حتى هاي ما بدك تتمتّع يا طانوس بأمورها بالأمور الجسدية يا شيخ ماعد فيه أنت تمتّع بجسدك إذا ما بدك مصاري قال له هلّا أظهرت على حقيقتك هاي دا أنت جاي بشكل مرض هاي دا أنت وحقارتك جاي بشكل مرض ما كان يقلق قد ما بده يتحدّى مرمطانس الشرير عيّط لارفيقه قال له خدني على المقبرة أخذوا على المقبرة حتى يشوف هالموت هنيكي عاب يصلي للموتة قال له سكر عليه الباب وروح سكر عليه الباب كلّ اللي قاعد ساجد بينزل الشيطان لك شعب يعمل هاي دا خربنا شعب يعمل صرخ الشيطان شعب تعمل فات لأله صار يفوت بشكل أسد بشكل غوريلا بشكل عقارب يعقصوا يضربوا انضرب انضرب يا رب دخيلك يا رب دخيلك غاب عن وعي قد ما انضرب إجا تاني يوم الصبح شافوا مضروب رفيقوا جاب له ميسة عم ياخدوا برات للقبر قال له رجع ردني قال له شو مجنوع قال له رجع ردني رجع رده وصرخ فتح عن صدره ومارمطانوس يا رب ها أنا ولن أركع إلا لك ولن أخاف الشياطين لأنك معي بهاي دا اللحظة بتفتح السماء أخوتي بيفتح القبر نور من السماء نازل نازل ملاك الرب وصوت من السماء بيقله أنا معك يا مطانوس شوفوا كيف هربوا الشياطين شوفوا كيف صاري شو خافوا وقال له الشيطان لو عندك قدرك انت قتلتني من زمان بس ما بتمثني شعرة لأن الرب معي هو اللي بيقرر كائمتين بسقط وظهر علي يسوع شخصيا وقال له يسوع أنا بحييك حيالا طاني لأم طانيوس حيالا طاني وقال له يا رب بيدلع الولد لبيه ركع على إجرالي يسوع قال له يا رب وين كنت أنا اليومين هون بالمقبرة وهن عاب يخوفوني بأشباح وبأروح شريرة وعبين هشو من جسمي نازل دم وين كنت يا رب بيحبوا هيك عاب يطلق إجرالي يا رب كنت حيب انه تكون معي بهاليومين كأنه عاب يخبروا انه شو صار شو رد يسوع عليه وقال له قال له أنا كنت هون يا انتونيوس بس ما اتدخلت عاب شوف عاب تفرج على جهادك الرب يسوع أعجب بما فعل انتونيوس قال له أنا كنت عاب تفرج على جهادك على الجهاد اللي انت فيه بس ما كنت عاب يسمح له يمسك يمس روحك الأمر الجسد يا انتونيوس حط يده علي يسوع صار عنده قوة أكتر من اللي كانت عنده بيقول ما انتونيوس لما كان عمري عشر سنين واتمنتحشر سنة أنا الشيخ اللي عمري ستين هلأ صار عنده قوة تفوق قوته هو اتمنتحشر سنة صار يمسك روحات يهده فيروح يعمر بقى اللي يا تلقله لرفقاته ينكش بالجبل يحفر الرب يسوع معه عطاه القوة وقال له يا انتونيوس شو بتقول عليه رح يسير عطاه هالقوة الروحية هالقوة جسدية شو قال له مرمتانيوس قال له اللي بقول عليه المجد لألك بدي رضاك بدي مجد الله وركع وكمل سيرة مرمتانيوس في السحرة يجوا لعنده المرضى يرجعوا شايفين هيدا مرمتانيوس اللي حارب الشيطان يا جماعة ما تقولوا ما في شيطان ما تقولوا هاي رموز البترك الراعي ألف تحية لألك ومحبة كان عبيحكي من فترة عن الشيطان وقال كل كاهن وكل إنسان بيقول ما في شيطان يفي فيلم من الكهنوت كل إنسان بيقول ما في شيطان يتعامل مع الشيطان كل إنسان بيقول الشيطان من الموجود هو يتعامل مع الشيطان ما في روح شريرة هو خادم للروح الشريرة ما تطلع عن تعاليم الإنجيل عن تعليم الكتاب المقدس هيدا بترك الراعي أبينا الحبيب من جمعتين كان عبيقوله وأنا برجع بقوله من بعده التعليم بيقولك بلا في شيطان في أروح شريرة نحن نحارب الشيطان باسم ربنا يسوع المسيح ولن تقوى علينا الشياطين باسم يسوع المسيح بشفاعة مرمطان وجميع الإدسين ما حدا يقول ما في شيطان وبس تسمعوا أي كهن عبيقول ما في شيطان أحيب كركي قدامكم عبيقول أي شكوى تعقولوا لي مين عبيقول ما فيه وحاربوه باسم ربنا يسوع المسيح الرب يسوع المسيح موجود وهيدا الشيطان موجود اللي بيقلكم عنه أنه ملك هذا العالم اختاروا بتكون يسوع أو بتكون الشيطان بتكون يسوع هيدا طريقه طريق مرمطان يصل إدسين ومار شربل ومار ليس وهيدا طريق الشيطان طريق الحقد طريق الأرف طريق داعش هيدول هن الشياطين وهيدول هن الملايك وربنا يسوع المسيح اختاروا أنتو أنت اختار حياتك يا بتكون مع ربنا يسوع المسيح يعمى يا مع ملك هذا العالم والشرير والحقير والشيطان شو ما كان لابس يكون لابس شو ما كان نحن لا ننكر الراه الرب معنا الله يرعاكم ويكون معكم اخوتي من حكاية قديس بشكركم ربنا يسوع المسيح يكون معكم يبرككم جميعا بصلي يا رب بشفاعة مارمتانيوس لكل انسان باي حاجة تكون برفعه امامك يا رب امين سلام الرب يسوع معكم برعاية ربنا يسوع المسيح ومارمتانيوس الى اللقاء موسيقى موسيقى